اشتركوا في القناة وإزاي هو بيعلمك إزاي تبقى إنسان من أرقى البشر ولذلك لما وصفنا الله سبحانه وتعالى بأننا أمة وسطة وكذلك جعلناكم أمة وسطة ما كانش الوسط إن هي الوسط ما بين طرفين ده ممكن يكون أحد المعاني لكن الوسط يعني من أعلى الأمم لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جه وعلمنا إنه وجاء بمكارم الأخلاق ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو فوق قمة الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم وورس هذا الخلق لأمته ولذلك هتجد إن كل موطن وكل مساحة ممكن يكون فيها خلق حسن حضرة النبي دلنا عليه ومن أمعا ومن أكتر حاجة بتدلنا على إن خلق حضرة النبي يشمل كل جوانب حياتنا ويشمل كل المجالات إن تجد حضرة النبي في كل مجال حطينا نموذج ممكن يتسع في مجال حسن الخلق زي إيه؟ تلاقي حضرة النبي علمنا إزاي نحسن للجماد وإزاي نحسن للنبات وإزاي كمان نحسن للسمك مثلا في البحر لكن كمان من أروع ما رأيته من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاي نحسن للحيوانات اللي موجودة حوالينا وخاصة الحيوانات الأليفة حديث عجيب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عجيب لماذا؟ لما فيه من مخزون الجمال في ناس كتيرة لما تيجي نتكلم معها تحس إن إحنا عندنا موقف سلبي من بعض الحيوانات والكلام ده ما الصحيح أو موقف سلبي من الحيوانات بإن إحنا بنتعامل معهم على إنهم أشياء ممكن نتلاعب بها أبدا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم معلمناش ده علمنا الرقي الخلقي مع الحيوانات نسمع بقى جميل سنة رسول الله وجميل هدي رسول الله وبياخد بأيدينا عشان نرتقي درجة في سلم المكارم الأخلاقية حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من أعجب حديث رسول الله ومن أجملها يرويه الأئمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فيه فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهس يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفمه فسق الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجر قال صلى الله عليه وآله وسلم في كل كبد رطبة أجر الحديث بتاع النهار ده حديث كما ترون عجيب حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا فيه مكارم الأخلاق مع الحيوانات بس تخلينا بس نقول حاجة مهمة جدا أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم صحيح هو بيعلمنا مكارم الأخلاق بيعلمنا أن أعلى مكارم الأخلاق هو ما يكون مع الإنسان لكن فيه سلم عشان تستطيع أن تكون من أصحاب مكارم الأخلاق مع الإنسان لازم كمان تكون من أصحاب مكارم الأخلاق مع الحيوان فحديث النهار ده قصة كلنا عارفنا تقريبا وسمعنا عنها راجل بيمشي في الطريق وفي رواية على فكرة أحد روايات هذا الحديث أنه هو وبعضهم بيجعل رواية من هذا الحديث وبعضهم بيجعله حديث آخر والصحيح أنه حديث آخر إن امرأة بغي من بني إسرائيل سقط الكلب فشكر الله لها وهي امرأة بغية يبقى أول جزء من هذا الحديث وأول جزاء في هذا الحديث هو شكر الله لمن سق الكلب سواء بقى كان رجل أو كان امرأة بغية والاتنين المستويين دولا مهمين رجل يعني عنده اهتمامات ومشفاضي مع ذلك يسق الكلب ويهتم به ولا المرأة البغي اللي هي في الحقيقة كثير من الناس ممكن يتصوروا إن هي بغير منظومة قيمية فيبقى الأمر في غاية الرقي إن المرأة مع كونة بتشتغل الشغلان الردي يدي لما سقط الكلب شكر الله له يعني إيه يعني إن الله لا يضع لا يضيع أجر من أحسن عمله يبقى أي حد يعمل عمل صالح الله سيشكره له وعشان كده ربنا اسم الشكور يعني لو حاجة بسيطة عملتها وانت بتقصد بيها وجهة الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هيشكرها ليك ويتقبلها منك ومعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الشكور هو الذي يشكر اليسير من الطاعة فيسيب عليه الكثير من السواب يعني إيه يعني الله سبحانه وتعالى لازم نفهم أن الله هو الله فلما نفهم اسمه الشكور لازم نفهم اسم الشكور مع اسمه الكريم فالله سبحانه وتعالى شكر له بكرم بكرم يعني ايه شكر له سبحانه وتعالى وحتى فعول صيغة المبلغة تدل على أن الله سبحانه وتعالى عظم شكره ويمكن ده أحد معاني قول الله تعالى إن ربنا لغفور شكور وده أحد تجليات قوله تعالى أيضا إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم يعني إيه؟ معكون أنت برضو بتعملوا أخطاء لكن الله يشكر لكم وإن كنتم عشان كده شكور يشكر لكم ويحلم عليكم سبحانه وتعالى مش إيه؟ مش إن كنتم تسيقوا الأدم مع أنه مش يشكر لكم لا شكر لكم عشان كده المرأة البغي شكر لها الله سبحانه وتعالى يبقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا حاجة مهمة أوي إن الله سبحانه وتعالى شكر للعبد هذا الأمر الله سبحانه وتعالى شكر للعبد أول الأمر فكان أول الجزاء والشكر ثم جاء الجزاء الثاني اللي هو إيه؟ المغفرة من ربنا سبحانه وتعالى وشوفوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيبيل لنا إيه؟ إن عمل الخير اللي يبدو إنه بسيط جدا لدرجة إن بعض الناس ممكن أصلاً يشوفوا إن العمل ده ما يستعيلش التعب ولا الوقت اللي أضيعه فيه يعني ممكن حد يمر على كلب كده بيلهس ما يحسش إن ده ممكن يفتح باب بينه وبين ربنا ولا يوسع عليه ولا يشرح صدره ولا إن الله الملك العظيم الجليل يشكر على هذا العمل ولا إن ده يكون سبب من أسباب المغفرة مغفرة الزنوب ودخول الجنة وده اللي خلى الصحابة استغربوا قالوا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو معقول وكأن هذا الكلام اللي قاله الصحابة هو معقول يكون الإحسان للحيوانات فيه أجر أكيد يعني ده ماشي الإحسان للبناء دمين وكأنه هو فاهم إن الإحسان للبناء آدم أو الإحسان للحيوان المقصود بي إن يتحصل من اللي انت بتحسن له ده حسن معاملة أو رد فعل إيجابي لكن لا أنت لما هو لما هو سقى الكلب سقى الكلب لأنه مخلوق من مخلوقات الله فكان في عقله وفهمه إن الصدقة تقع في يمين الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير وأن الصدقة تقع في يمين الرحمن قبل أن تصل إلى فام الكلب الذي كان عطشان فإيه اللي حاصل فتعلم ده تعلم إن المسألة مسألة إن العبد ده وإن المخلوق ده مخلوق لله فلما أنت بتحسن العمل بتحسن العمل لأن أنت بتقدمه لله في حضرة النبي علمنا القاعدة العامة إن في كل كبد الرطبة أجر ليه؟ لأن من الذي جعل هذه الكبد الرطبة يعني في أي إنسان حي فيه ثواب ليه؟ طيب عشان ده يعودنا احترام الحياة مش بس إنك أنت تطعم وتسخي الكلب بس ده كمان إن انت تقيه من البرد وتحميه من الحر وهو ده أحد معاني الحديث هو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عايزنا نعظم الحياة في أي مخلوق نعظم الحياة في الحيوان كما أننا نعظم الحياة في الإنسان فلازم ندفع عن الحيوان ده أي شيء بيهدد حياته ويبقى ده هيدخل فيها الوقاية والرعاية والعناية يدخل فيها وقاية الكلب من البرد ومن الأمراض يدخل فيها ويدخل فيها كمان الرعاية إنك ترعاه ويدخل فيها الحماية إن انت تتمرده كمان كل ده داخل وعشان كده لو في الصيف مثلا بلاش تشربه من مياه مياه سخنة مثلا وإنما دور على مياه من الظل عشان تشربه بحيث يكون بارد عليه شوية بدل ما تلهب جوفه ولو في المطر ما تتركش البهايم ولا تترك الحيوانات في البرد الشديد وزاك من الإحسان إن انت لو عارف تغط طهرهم وتغطيهم هيبقى ده من الإحسان ليهم ويدخلك كمان في هذا الحديث فالقضية مش إنك انت تشرب بس الحيوان لكن القضية إن انت ترحم الحيوان تحافظ على الحيوان تحافظ على حياته وممكن كلنا عارفين الإصصة إن لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بستانا من حيطان الأنصار فإذا جمل في جمل قد أتاه فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حنى وزرفت عيناه الجمل أول ما شف حضرت النبي بكى يا الله بكى لما شف حضرت النبي الجمل أول ما شف حضرت النبي حنى إليه يعني جيه كده وتمسح فيه واقترب منه وإيه اللي حاصل وزرفت عيناه فرسول الله مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم له مسح على ظهره وأذنيه نحن عمل إيه مسح على ظهره ومسح له أذنيه عشان يحسسه إيه بحنيته صلى الله عليه وسلم فسكن يعني دموعه وقفت وخلاص وهذا بعد ما كان ممكن تجد فيه ارتعاش ولا فيه أنين فقال من صاحب هذا الجمل حضرت النبي قال له مين صاحب الجمل ده فجاء فتى من الأنصار فقال صلى الله عليه وسلم هو لي رسول الله الولد من أن صرح قال له ده الجمل بتاعي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إنه شك إلي أنك تجيعه إيه اللي حصل ده شك إلى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجيعه وإيه تشوفوا بيحمل الحيوان فوق ما يطيق أو يخليه يعمل حاجات هو مش بخلوق على شنها فتبقى القلوب قسية والعزو بالله وخالية من الرحمة فخلي بالنا من أن الحديث رسول الله من لا يرحم لا يرحم وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يشمل الحيوانات وعشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإحسان للحيوان حتى في الذبح اللي بيشوفه البعض قسوة فيقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحصنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحصنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح زبيحته يبقى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وكأن فيه أداب حتى في التعامل مع الحيوانات عشان فيها الروح اللي ربنا خلق الحيوانات فيها وده أنا عايز أقول إن بعض الناس بدل ما يتفجئوا ويكون عندهم صدمة لازم نعرف حاجة مهمة جدا إن اللي ما يرحمش الحيوانات ممكن يقع تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا اللعنة ده حاجة كبيرة قوي وقوبة يكفي إن نحن نعرف إن ربنا جعل اللعنة دوت أحد الأشياء التي يجاز بها إبليس فلما النبي صلى الله عليه وسلم إلي عن حد ما يبقاش دي حياة سهلة ده لازم تبقى جريمة وكبيرة جدا وعشان كده والدليل على ده حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه حطوا طير كده وبإيه وبينشنوا عليه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم يعني إيه اللي حاصل بيكل بيعضين بيعملوا إيه بيلعبوا بالطير فلما رأى ابن عمر فلما هما شافوا سيدنا عبد الله بن عمر لما رأوا سيدنا عبد الله بن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعنى الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنى من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا ومش لازم غرضا إنه هو بس يغرض في الصيد لأ غرضا لللعب برضو إن انت تلعب بحيوان تلعب بقطة وتخنوها وتدلدلها كده وتتلاعب بيها أو تعلقها من رجليها أو تعمل كده في كلب أو تعمل كده في حمار أو تعمل في أي حيوان وفي الحديث الآخر حديث سيدنا جابر حضرت النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم اتكوى يعني كانوا لما بيسعد لما بيعلموا يكو قد كويا قد وسم فين في وجهه يعني عملوا له علامة والله حق في قمة القصر فقال صلى الله عليه وسلم لعنى الله الذي وسماه إلا عمل فيه العلامة دي والحديث معناه أنه اللي الحمار أن الراجل صاحب الحمار اللي عمل فيه كده الله سبحانه وتعالى جعله ملعونا يبقى حديث الكلب دي اللي يبين من بني إسرائيل التي حبست الهرة كان جزاء النار والراجل ده اللي سقى الكلب كان جزاءه أن ربنا شكر الله وغفر لها فاحنا عندنا أن الرحمة بالحيوانات من أوسع أبواب الرحمة والحصول على المغفرة وعشان كده الإنسان لازم يكون صادق هو عايز يبقى رحيم ولا لا وده وتبيبين حاجة مهمة جدا أن القيم مطلقة هتعملها مع كل مع كل حد مع كل مخلوق فهترحم الحيوان وترحم الإنسان وعشان كده أنت لازم تعرف الكلام ده إيه العائد اللي يعود علينا أول حاجة أول إجراء لازم نعمله إحنا لازم نعود أولادنا على حاجة مهمة جدا وفي السياق ده لازم نقول حاجة مهمة جدا خلي بالك وين اختلف الفقهاء في طهارة الكلب وعدم طهارته لكن أم أجمعه على الإحسان للحيوانات بما فيهم الكلب وانت لازم تعرف ده لازم تعود أولادك زمان كان كثير من العلم عارفين بيعملوا إيه حتى وإن كانوا شفعية كانوا يعملوا إيه لما هتمشوا كده في وراء الأزهر كده أو تمشوا في بعض المقابر مجورين أو حاجة زي كده هتجدوا كده حاجات كده بازلتية أو حاجات من الجيرانيت كده مجوفة ومحطوطة جنب الحيطان عارفين دي كانت إيه دي كانت مسائل الكلاب والحيوانات الأليفة يعني إيه يعني كانت المساقي دي المجتمع كان عاملها عشان الكلاب دي تجد من يسقيها وكانت دي من أبدع التطبيقات لهذا الحديث تخيل دي من أجمل التطبيقات لهذا الحديث اللي أنا عايز أقوله بقى إن الفقهاء مع كونهم كانوا حتى بيقولوا ده كانوا بيتعبدوا الله سبحانه وتعالى ويتقربوا إلى الله بتنظيف مساق الكلاب عشان الكلب لما ييجي يشرب يشرب إيه يشرب مياه نظيفة ويبقى حاسس إنه هو في حد بيحترمه وبيحبه فالكلاب أنا أظن الكلاب لما تلاقي ديت مش هتبقى فيه كلاب سعران لأنه محدش تعامل معها بشراسة الناس تعاملت بها برحمة نفس المنطقة هتلاقي تكيت أبو الدهب هتلاقي فوقيها كده حاجة كده زي زي الأب دي مش أب دي شونة كانوا بيحطوا فيها الأمح بيحطوا فيها الأمح ليه عشان تأكل الطير في السماء فالناس فهمت الحديث ده فهموا موسعة فطبقوا على إن ده أتيبقى شيء عام فعملوا في الشوارع فبقى فيها يسمعها مساق الكلاب ومش بس كده ده كمان أطعاموا الطير في السماء مش بس كده عارفين المسجد الإمام الشفعي هتلاقي فوق الأب بتاعت الإمام الشفعي فيه مركبة وقالوا إن المركبة دي رمز إن الإمام الشفعي كان سفينة من سوف في بحار العلم جميل مش ده كمان بس اللي ما هممنا لكن السفينة دي أو المركبة دي كان بيتملي بالأمح عشان يأكل الطير في السماء الناس لما فهمت ده عملت تطبيقات رائعة بالعكس كان فيه أوقاف موقوفة على ده إيه اللي جرى للناس إحنا محتاجين لنربي أولادنا على ده أول حاجة أنا بقول للناس أنت عايز تربي أولادك خد أولادك رحلة للمنطقة دي وشاور لهم على الحياة اللي أنا قلت لك عليها دي وقل لهم دي كانت مساق الكلاب أجددكم طبقوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر وعملوا هذه السنة المباركة وعاشوا بيأمنوا الحيوانات وساعتها مش محتاجين أنتوا تمنعوا أولادكم عن اللعب عن أنهم يتلعبوا بالحيوانات الأمر الثاني لازم نقول يحرم تسميم الكلاب غير المسعورة وغير مؤذية لازم الناس تمنع عن هذه الطريقة السخيفة طيب إحنا عندنا الكلاب بيأزونا وبيعملوا ما عرفش إيه فيه جمعيات للرفخ بالحيوانات وفيه جمعيات بتجمع الكلاب وتحافظ عليها وتراعيها نتصل بهم ويجوا يأخدوا الكلاب لكن ما حدش يروح يسم كلب ولا يسم قطة عشان هو حضرته متضايق من الصوت بس مش من حق فلزلك إيه اللي حاصل مسألة بسيطة لازم نراعي ده لأن عدم مراعاة نالده عايبقى بالزبط كده ماذا أفعل إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك حضرت النبي عايز يعلمنا الرحمة حضرت النبي عايز يعلمنا البركة حضرت النبي عايز يعلمنا إزاي النور يبقى في كل حاجة كل ما يبقى فيه مخلوق من المخلوقات موجود يبقى كل ما يتحرك ويبقى موجود حوالينا كده نحس إن إحنا عندنا رحمة وعندنا لسه قلب خلوا أولادكم يشوفوا مساق الكلاب وامتنعوا عن أزل حيوانات طبعا الكلاب والقطط وامتنعوا عن أزل حيوانات الحاجة للبعد كده كمان تصدقوا واجعلوا صدقاتكم كمان تصل إلى ده ما فيش مانع نعم إحنا الإنسان أولى من الحيوان دلوقتي أولى من البهائم في مسألة الرعاية لكن ما فيش مانع كمان أن تبقى بعض الصدقات دي تنفق لرعاية الحيوانات دي وربنا سبحانه وتعالى يكتبنا في أهل الرحمة وآهل الفضل وآهل الشكر وآهل كمان المغفرة اغفر لنا يا كريم واجعلنا من أهل الرحمة في كل وقت وحين يا رب العالمين فاصل ونرجع لحضراتكم نجاوب على أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج والله تعسره ولكن بعض الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا صفحة بن نامج والله تعسره اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة واللي احنا بنخصص لها وقت عشان نجيب عليها بكل محبة و بنسعد عندما ترسلوا لنا أسئلتكم وكمان اقتراحاتكم خليلنا ناخد أول سؤال وصلنا على صفحة بن نامج بيقول أنا متزوجة ومعايا بنت وولد زوجي مسافر برة بقاله سنة حصلت مشكلة بنا أطيعني لمدة 8 شهر مخاصمني وبعدها فجئت أنه يتجوز علي بدون علمي ودلوقتي بيقول لي أنه هو يطلقني بدون أي سبب علشان مش هيعرف يعدل بسبب ظروف شغله قلت له ماشي يديني حقوقي وطلقني قال لي لا تتنزلي عن حقوق عن حقوق وبعد كده لما يبقى معايا فلوس هيديك حقك هو بيصرف على عياله بس أنا مش موجودة كل ما أطلب منه حاجة لي يقول لي نزلي اشتغلي وصرفي على نفسك مع العلم أنه كان رافض مبدأ الشغل أنا قلبي وجعني قوي على كمية الظلم والقهر اللي أنا فيه كل يوم بحسب عليه في كل صلاة وهو شايف نفسه أنه صح وأنه عمل حلال أحيانا بيقول لي اللي أنت فيه ده غضب من ربنا عليك هو بيقول كده لي يعني هو السؤال ده السؤال ده مليان بالمشاكل الأسرية مليان بشخص احنا تكلمنا عنه في الحلقات السابقة شخص لقى بس الحياته بشكل من الفردانية ومعاش سنة رسول الله صلى الله ولا مشي على سنة رسول الله صلى الله حضرت النبي قال له استوصب النساء خيرا فإذا بيه يعمل كده يعمل كده مع ستة اتحملت معه مشقة الغربة وتحملت كمان أنه هو ما يكلماش بالأشهر وهو فاكر أنه كده بما أنه هو في الغربة في الصح أنه يبقى عنده زوجة في البلد وزوجة في الغربة أو أنه هو الغربة دي خلته ميبعده عن بعض فبيحملها مسؤولية الغربة وهو بيقول لها أن الغربة دي كانت عشان أجيب الفلوس ديكي والأولادك الكلام ده كله كلام أكذيب الحقيقة أنتوا ده اختياركم أن أنت تتغرب عشان أولادك ده مش معنى كده أن هي اللي أثرت في حقك الحقيقة لو الكلام اللي بيتقال ده صحيح ده ظلم آه ده ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة الستة دي مسألت مدامت أنت لسه ما طلقتهاش الستة دي لو أثرت في حقها فانت داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الاسم أن يضيع الرجل من يعول لأنها ما زالت حتى الآن أنت الذي تنفق عليها يجب أن أنت تنفق عليها فإن كنت بتقول لها انزل اشتغلي عشان تصرفي على نفسك ففي الحقيقة ده لا هو من الرجولة ولا من الدين في شيء هي زوجتك أنت تنفق عليها لكن لما تيجي تقول لها انزلي عشان تنفقها على نفسك مكايدة وإن تستطيع أن أنت تنفق عليها لينفق ذو ساعة من ساعة من ساعة فانت لابد أن أنت تتقل الله سبحانه وتعالى فيها وانت لو ما عملتش كده أنت ظالم ليها وظلم وظلم الزوجات وظلم أهل البيت وظلم ده نوع من أنواع تضييع الأولاد تضييع أهل البيت تضييع من تعول وعلى ذلك فأعلم أنك تقع في الظلم ولا عزو بالله لأن هي مش عارفة تعمل إيه هي شايفة أن حد بيقول لها والله أنا معحق أن أنا أتجوز وفي الحقيقة أنا كالك إيه في أن أنا أتجوز ومش عم مؤدي إيه الأولاد عيعانوا ولا أن دوة هيجعل مشاعرهم في غاية التشوه وأن الظلم دوة اللي هو بيمرسوا معاها ده ده كمان بيعمل إيه بيعمل حاجة كده زي الإسقاط رايح يقول لها هي اللي هو عايز يروح يتجوز وبيمنعها من أنه ينفق عليها وكمان ما بيكلمهاش من الثمن تشر رايح يقول لها أن هي اللي ظلمة مش بس هي ظلمة ده بيقول لها أن أنت اللي أنت فيه ده من أن أنا رايح أتجوز عليك ده من غضب ربنا عليك كل هذه كلام أكذيب من النفس الأمر بالسوء الله سبحانه وتعالى قال وَنَفْسِي وَمَا سَوَاهَا لَهَا مَا فِي هُجُورَهَا وَأَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَا مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا فاتق الله ده ظلم واللي أنت بتعمله ده أنك تطلقها من غير سبب أيضا ظلم فاتق الله سبحانه وتعالى وإنت عايز تضررها كمان بعد ذلك وتقول لا لا عايزة تطلقي كمان تنزلي فاتق الله سبحانه وتعالى في نفسك اتق الله وإعلم أنك ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وسيحاسبك على تقصيرك في حق زوجاتك وفي حق أولادك آه يا سيد أنت بتغفق على أولادك بس أنت بتقصر في حق أولادك أن أنت تعمل كده في أمهم أمهم على فكرة هذا يؤذيهم أنت متصور أن أنت بتأذيها هي بس بتكيد فيها هي بس أبدا افهموا واحفظوا هذه القائدة كله أذن للأمهات يشوه قلوب الأولاد ولذلك لابد أن أنت تهتم بدها السؤال بعد كده بيقول أنا كنت بعتلك من فترة أن كل ما يحصل حمل البيبي النبض بيقف وبيتوفى أنا الحمد لله حصل حمل لأيام دي ممكن تدعيلي الأيام دي ممكن تدعيلي ربنا يتمم حملي على خير والرزق نصدورية الصالحة بالله عليك يا شيخ دي أمانة في رقابتك إن شاء الله عشان هي أمانة في رقابتي ربنا إن شاء الله يتمم عليك الخير ويحفظ لك إن شاء الله جنينك ويجعله من الصالحين ويوفقه إلى ما يحب ويرضى ويكتب لك الخير وفتح والتوفيق والسداد ويجعلك إن شاء الله في خير حال ويتمم لك الخير ويجعلك في خير حال إن شاء الله أنت وزوجك وأسرتك ويجعل هذا المولود مولود بركة ورحمة ونور وسرور وفتحة على هذا البيت إن شاء الله يا سادة إحنا النهاردة تكلمنا عن حديث الرحمة حديث رحمة الحيوانات الرحمة اللي إذا جددناها في حياتنا كان دليل على تحضرنا مش بس دليل على تحضرنا دليل على وصلنا بالله دليل على النور اللي بيضيفه الله في قلوبنا ولذلك لابد إن إحنا نسير في هذا الأمر علموا أولادكم الرحمة بالحيوان خلهم يشوفوا إزاي أجدادهم كانوا بيرحموا وإزاي أجدادهم حفظوا على هذا الحديث وعملوا به وكان ده سبب لبركة عشوها ونور وفضل يا رب اجعلنا نرحم كل خلقك كل ما أودعت فيه الحياة حتى نحس بأننا ما زالت قلوبنا ترق لما تخلقه وترق لما تحب اجعل قلوبنا يا ربنا رحيمة لنكون تحت ظل رحمتك ودائما في بركتك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا من الراحمين وأدخلنا في المرحومين يا رب العالمين